أهلا بكم لا يزال التصعيد العسكري بين حزب الله اللبناني وإسرائيل مستمرا على الحدود بين الطرفين وقد بدأ يشهد تكثيفا في الساعات الأخيرة يقول حزب الله أنه رد على اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري والقيادي في حزب الله وسام الطويل باستهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد بعدد من المسيرات الهجومية وفي تطور جديد للاشتباكات نفذت إسرائيل غارة جوية بين وادي الحجير وبلدة الغندورية في محاذاة نهر الليطاني من الجهة الجنوبية واستهدفت سيارة من نوع رابد قالت وكالة الإعلام اللبنانية إن ثلاثة أفراد من حزب الله قتلوا في غارة استهدفت سيارتهم في الغندورية بينما قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن الهجوم تم بطائرة مسيرة وفي ظل التصعيد بين حزب الله والجيش الإسرائيلي أدت ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان يوم أمس إلى مقتل قائد كبير في قوة الرضوان التابعة للحزب هو وسام الطويل حيث نفذت إسرائيل الضربة على بلدة مجدل سلم الواقعة على بعد نحو ستة كيلومترات من الحدود واستهدفت سيارة وسام الطويل بما أدى إلى مقتله مع مرافقه وهو أحد مقاتلي الحزب أيضا حزب الله كان قد أعلن عن مقتل أربعة من عناصره بينهم القيادي حسين يسبك وإبراهيم عفيف وهادي علي رضا وحسين علي محمد غزالي وقتل الأربعة في قصف إسرائيلي على منزل في بلدة النقورة في جنوب لبنان ومن المعروف أن حسين يسبك هو المسؤول للحزب في النقورة وأسفرت المواجهات المتبادلة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية حتى الآن عن مقتل مائة وستة وسبعين شخصا على الأقل وغالبهم في الجانب اللبناني بينهم أكثر من مائة وثلاثين عنصرا من حزب الله إلا أن أكثر الضربات إيلاما لحزب الله هي اغتيال القيادي وسام الطويل وقد نشر إعلام الحزب فيديو تعريفيا عن القيادي وسام الطويل أظهره في الميدان وقال إنه حارب في صفوف حزب الله لعقود وشارك في أكبر معاركه وقال مسؤول في حزب الله لوكالة Associated Press إن الطويل كان له دور في حرب صيف عام 2006 مع إسرائيل كما أنه شارك في الحرب الأهلية في سوريا حسب وصف الوكالة الإخبارية وخلال تشييع القيادي وسام الطويل شنت إسرائيل غارة ثانية استهدفت سيارة على مقربة من مكان التشييع في بلدة خرب السلم مما أدى إلى وقوع إصابات وجاء في بيان بمكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أن مؤسسة الدفاع الإسرائيلية مصممة على تغيير الواقع الأمني في شمال إسرائيل وعلى طول الحدود مع لبنان وأضاف البيان الأولوية القصوى تمكين أكثر من ثمانين ألف إسرائيلي نازح من العودة إلى منازلهم ومع ذلك فإننا نجد أنفسنا عند مفترق طرق فهناك نافذة زمنية قصيرة للتفاهمات الدبلوماسية وهو ما نفضله لن نتسامح مع التهديدات التي يشكلها وكيل إيران حزب الله وسنضمن أمن مواطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر